عدنا إليكم مشاهدين ونسعد أن نستضيف اليوم في استوديوهات شروق استوديو شروق مورنينج معالي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سيدة مونيا مسلم سي عامر صباح الخير معالي المزيرة أهلا بك معنا هنا بدور نحب بالسيدة معالي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سيدة مونيا مسلم سي عامر شكرا على قبول الدعوة سيدة عفو إذن مشاهدنا الكرام أسعد الله صباحكم من جديد إذن حديثنا اليوم سيكون عن قطاع تضامن الوطني والوسرة وقضايا المرأة والمهام الموكلة إليه في تكفل بالفئات الهشة والمعوزة من المرأة الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وحتى العجزة إذن هو قطاع متشعب يحمل في طياته العمل الخيري والمجتمع ينتظر الكثير منه ترسانة قانونية تحتاج إلى تعديل وفئات كثيرة تطالب بتكفل أفضل إذن للحديث عن هذا الموضوع للغوص وللغوص في رهانات والأفاق المستقبلية لقطاع تضامن الوطني والأسرة نرحب من جديد بسيدة معالي الوزيرة تضامن الوطني والأسرة سيدة مونيا مسلم أهلا بك من جديد أهلا وسهلا شكرا دايتنا سيدة الوزيرة مونيا مسلم تقلدت الحقيبة الوزرية في أهم قطاع يلامس مشاكل المجتمع منذ سنوات كيف وجدت حال القطاع أنذاك سيدة معاني الوزيرة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أولا أشكر قناة الشروق نيوز على هذه الاستضافة الكريمة وعلى إحالتنا الفرصة وهذه الفرصة الكريمة للتكلم مع المواطن الجزائري وبالمناسبة أحيي كل مواطنين ومواطنتنا في الجمهورية وأقول لهم بمناسبة اليوم العربي كان بالأمس للأصى العربية كل عام والأصى الجزائرية بخير والعالم العربي بخير إن شاء الله والأصى العربية كنوات أساسية لقيام مجتمع قوي إن شاء الله تكون نوات أساسية لقيام مجتمع قوي وسوي ومستقر للجزائر والوطن العربي ثانيا حقيقة قطاع التضام الوطني والأسل وقضايا المرأة من القطاعات الحكومية الحساسة جدا يعني تشرفت بأنني تقلت مسؤولية على مستوى هذا القطاع الحساس الذي يعني مسؤول على شرائح مهمشة وهشة وحساسة جدا من المجتمع وحقيقة عندما تقلت وجدت شيئين وجدت أشياء كانت موجودة يعني وجدت رسانة قانونية سطرت لحماية ومرافقة كل هذه الشرائح بكافة أنواعها ولكن وجدنا صعوبات كذلك لأنه كانت يعني أشياء كان لابد علينا أن نصححها لأننا هنا من أجل الإثراع والتصحيح وجدنا قطاع في كثير من الأحيان تشبه بعض من المشكة كل ولكن بعض من النقائص كان لابد علينا أن نقف عليها بكل مسؤولية ونحاول تصحيحها مع كل إطارات هذه الوزالة نعم معالي الوزيرة إذن سيكون عندنا حديث عن كل هذه الأمور نبدأ من حدث الساعة وهو قانون تجريم العنف ضد المرأة الذي تم ناقشته أمس بمجلس الأمة عفوا ما هو الجديد الذي أتى به هذا المشروع سيدة معالي الوزيرة أولا تعزز الترسانة القانونية في الجزائر بقانون بتعديل قانون العقوبات الذي جاء فيه تجريم العنف الأسري ضد المرأة ووسع التحرش هناك كان عندنا تحرش جنسي الآن التحرش من أنواع أخرى تحرش معنوي والتحرش الذي يعني تكون ضحية المرأة في أماكن عمومية وفي الشارع هذا القانون جاء ليعزز كما قلت هذه الترسانة وليعزز كذلك المحافظة وحصانة المرأة من كل الأفات الاجتماعية والحفاظ عليها إيمان من الحكومة وكذلك من مبادئ المجتمع الجزائري والمواطنين والجزائريين ككل أننا أولا نحبوش الحقرة وثانيا أننا نتطلع إلى أن يكون لدينا مجتمع كما قلت في الأول قوي ومتماسك ويعني تنقصه كل الأفات وخاصة منها العنف وعندما يعني تحصن المرأة وتعطى لها حقوقها وتعزز بقانون كهذا يحميها من أفات العنف وكذلك من أفات أخرى معنوية كالتحرش وهي يعني تقدم كبير بالنسبة للجزائر نستطيع أن نقول أننا كحكومة وضعنا اللبنة الأولى لتحصين المجتمع ككل ولتحصين الأسرة لأن المرأة كذلك نواة أساسية لقيام أسرة قوية ومتينة نعم سيدة معاني الوزيرة طيب ما هي أهم التعديلات التي تطرقت على نص المشروع أولا التعديل الأول هو أننا يعني بصريح العبارة جرمنا العنف الأسري يعني العنف الذي يأتي من الزوج أو من أي فرد من العائلة ضد المرأة وسعنا التحرش في 2006 في المادة 341 مكرر كان التحرش إلا التحرش الجنسي وكانت مقيدة هذه المادة الآن هناك وسعات لأن هناك أنواع أخرى من التحرش تتعرض له عفوا المرأة التحرش المعنوي التحرش بالسب والشتم في الشارع في أوساط العمل في الفضاءات العمومية في وسائل النقل وسعنا حتى تكون المرأة مصانة تعلمين جيدا أن أوصي خيرا بالمرأة وأن المرأة هي الصورة الجميلة للمجتمع وهي كائن مكون أساسي لقيام المجتمع والمجتمع السوي هو المجتمع الذي يحافظ على الفئات الحساسة والهشة والفئات الحساسة هي الطفل هي المسن هي المرأة هي ذلك المعاق وعندما تضع الحكومة والجزائر كدولة قوانين تحمي وتقي هؤلاء من كافة أشكال العنف فهي تحصن المجتمع ككل وهذا هو روح الإيجابية لهذا القانون وفي وقت هذا بالذات سيدتي يأتي في وضع أن العالم يعيش عنف كبير أن العالم الإسلامي يتهم بالعنف أن العالم الإسلامي يتهمون الغرب يتهمون الإسلام أنه دين عنف ودين لا يحترم الفئات الأخرى وديننا الإسلامي أتى ويحترم المرأة والطفل وأوصان خيرا بهؤلاء والمسن وكان هذا الدين الذي هو دين يحترم الحريات ويحترم خصوصيات ولهذا يأتي هذا القانون ويتماشى مع القيم الأخلاقية التي سنها ديني الحريف سببنا في اعتقادكم سيدة معالي الوزيرة هذا القانون بصيغاته الجديدة سيحد ربما من هذه الظاهرة أنا لا أقول سوف يحد أنا أقول هذا هي مسؤولية الدولة كدولة سوف ممكن يقلل ولكن أنا أؤمن كذلك أن بالموازات مع الترسان القانوني الموضوع لابد علينا كمجتمع وكفئات أخرى مجتمع مدني وإعلام خاصة الإعلام والنخبة والسياسيين ورجال الدين وخطاب المسجد كلنا سويا نمشي في منهى آخر بالموازات مع الترسان القانونية للعمل لوضع برنامج يكون على طول السنة على المدى القصير والمتوسط للحد من هذه الظاهرة ببرامج أخرى موازية المدرسة الجزائرية مهم جدا يعني برنامجها يكون وثيق بهذه القيم الأخلاقية خطاب المسجد الذي هو طول السنة مهم جدا أنه يتواصل في هذا السياق مع المواطنين النخبة الجزائرية والإعلام مشكورين لأنكم تقوموا برسالة مهمة رسالة نبيلة تمشي في هذا السياق للتخفيف من المعاناة للتخفيف من هذه الظواهر التي تكون كثير من الأحيان مشينا في حق أسرنا وفي حق مجتمعنا وحتى في حق ديننا لأننا كما قلت وأركز على ذلك وأنا أؤمن كثيرا أن الدين الإسلامي ينظم العلاقات الإنسانية والأسرية والمجتمع ولابد علينا أن نمشي إلى هذه القيم الأخلاقية والمبادئ السامية للإسلام التي تحثنا كثيرا على نبذ العنف وعلى احترام الآخر في هذه النقطة ما مدى تصريحات الأطراف التي عللت رفضها للمشروع بأنه لا يتماشى مع مبادئ الدين الإسلامي وقيم المجتمع ويساعد على تفكيك الأسرة وكذلك يشجع على الطلاق فحقيقة أحترم كل الأراء ولكن أقول لإخواني وأصدقائي كنتم قد اتهدتم الأطراف الإسلامية في محاولة أحزاب الإسلامية وأنا عملت معهم كثيرا قبل أن أكون وزيرة أنا أحترم رأيهم ولكن أقول حقيقة فقط الحقيقة تقول أن بالعكس المرأة التي تعنف في وسط أسرتها وفيما على مرأة ومنأة ومسمع من أولادها هذه الأولاد سوف يتأثرون وهذا هو التفكيك الحقيقي للأسرة المرأة التي تعنف يوميا بالسب والشتم هذا هو الذي يفكك الأسرة ويجعل الإحترام غائب من الأسرة أنا أقول لهم أرجعوا إلى سيرة الدين والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع أسرته النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع أنا أقول أرجعوا إلى خطبة الوداع للرسول صلى الله عليه وسلم بسطوها واستنبتوا كل المكارم الأخلاق وكل ما حثنا عليه وسوف تجدون أن في هذه الخطبة إذا ما قررناها مع الإعلان العالمي لحق الإنسان سوف نجد سيدة أكثر من 85% من المبادئ الإنسانية بامتياز موجودة كانت في هذه الخطبة الرسول حثنا بالنساء خير الرسول حثنا على نبذ العنف وكل أنواع العنف الرسول حثنا على التماسك الأسري الرسول حثنا على الجمال وعلى كل ما هو جميل وكل ما هو راقي الرسول حثنا على العلم والتقدم الرسول حثنا على القراءة الرسول حثنا على أشياء كثيرة أنا أقول إلى إخواني وأصدقائي وأنا أقولها من قناة الشروق وبقوة في الأحزاب الإسلامية أنظروا إلى هذا القانون من جانبه الإيجابي جدا من جانبه الذي لا يمس بمبادئ الإسلام ولا يمس بتماسك الأسرة بالعكس جاء نية خالصة من الحكومة وأعضاء الحكومة أننا بالعكس هذا القانون يخلينا نخلو الأسرة المستقبلية الأسرة الجزائرية متماسكة أكثر ما فيهاش عنف فيها أشياء جميلة تخلينا جيل تربينا جيل كريم جيل يخدم الجزائر جيل ينبذ العنف ونحن نعلم العنف وين وصلنا العنف في العالم الآن وبدأ العنف يبدأ بأشياء بسيطة سيدتي يعني أهل الاختصاص والخبرة يؤكدون أن من يتربى في أوساط عنيفة تبدأ بالعنف البسيط ويكبر على عنف ويمشي إلى عنف عميق وعنف خطير نعم سيدة مع ذلك إلا أن هذا القانون أحدث ذجة بعد المسادقة عليها في شهر مارس الماضي هل عندكم أمل في أن يلقى هذا المشروع تصويت أغلبية النواب يوم الخميس المقبل؟ أنا في الحقيقة عندما بمعنى التصويت سيكون يوم الخميس المقبل أنا أي قانون يثير الجدل ويثير مناقشة غنية يسعدني لماذا؟ هذا يؤكد أن مجتمعنا وفي الجزائر هناك حركية وهناك جزائرين لأن كلنا نحب الجزائر وكل يحب الجزائر حسب كما يشوفها هو أنا بالعكس أن كل النقاش الثري والقوي والانتقادات تعطيني تقولي بالجزائر رهي الحمد لله بخير وأن المجتمع يعرنا متمشيين مع بعض ولكن عندي أمل كثير أن وزير العدل حافظ الأختان سوف يقنع إن شاء الله أعضاء مجلس الأمة للمصادقة على هذا القانون الذي أقول وأؤكد أنه يأتي لتحصين أقول لتحصين المرأة داخل أسرتها وبالتالي وحمايتها وحماية الأسرة إن شاء الله نعم سيدة معالي الوزيرة وبالنسبة لسندوق المطلقات للمرأة الحاضنة الذي أثاره هو الآخر بلبلة وجد الكبيرين باعتباره مشجع لطراق لأنه وجه أساسا إلى المرأة الحاضنة هل بدأت تظهر نتائج هذا المشروع سيدة معالي الوزيرة وكم من عائلة استفادت منه من هذا الصندوق أولا نحن في هذه الأيام يصدر القرار الوزاري المشترك التنفيذي لتنظيمي الذي يتنفذ هذا القانون الذي يأتي كذلك كما قلت لمساعدة أبنائنا أطفالنا من الأزواج المطلقين وللأمة الحاضنة لأنه ومش الكل سيدة لازم نفهمه أنه المستفيدة منه هي الأمة الحاضنة المطلقة التي لديها حضانة والتي تثبت بالبينة والحكم على أن الزوج امتنع من تسديد هذه النفقة إما امتنع عمدي وإلا امتنع لأنه معوز أو ما عندوش الدولة هنا تدخل بقوة لسد هذه الحاجة الملحة والاستعجالية لأن الأطفال بحاجة إلى الأكل والشرب واللباس يعني ما تستناج حاجات مستعجلة عيب علينا كدولة تتميز وتقول أنها اجتماعية بامتياز عيب علينا نحن جيل أتينا من جيل يعني كتب تاريخ الإنسانية والثورة الجزائرية كتب التاريخ الإنسانية من ذهب ثورة مباركة ثورة قامت على مبادئ يعني كريمة على أن الدولة الجزائرية لن تحيد على أنها اجتماعية نقبل أنه في بعض الأحيان نساء تتمرمد نقولها بالعبارة الصريحة والعامية في المحاكم من أجل يعني هذه النفقة البسيطة ولن تدخل الدولة بقوة لمساعدتها وتحل محل الزوج ولكن الزوج يأتي بعد ذلك ليعني سد هذه الثغارات الحديث سيدة عن مع اتباع الحكومة سياسة ترشيد النفقات والتقشف هل قطاع تضامن تأثر بهذا السياسة خاصة وأن قطاع تضامن مهامه هي التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة أولا الوزارة التضامن الوطني تعتني بذوي الاحتياجات الخاصة وبالمعوزين والمسنين ونساء في وضع صعب ومسنين في وضع صعب يعني شرائح كثيرة تستحق المرافقة والمساعدة بأمانة لأن هؤلاء عندهم رب سبحانه وتعالى ودولتهم ومن لا يقوم على شؤونهم ومن يتخاذل على أنه يقدم لهم الخدمة العمومية يعني الكريمة سوف أنا نقول أكثر من هذا يخلصها في الدنيا وفي الآخرة من هذا المنطلق سيدة أنا أؤمن كثيرا أن بالنسبة لهذه الأزمة التي يتكلمون عليها الآن تتكلم عليها الجميع ولذي تعيشوا هالجزائر كعدة دول وضعنا كل الآليات الآن وإن شاء الله رحنا في اجتماعات مع وزارة المالية وقطاعات أخرى لننظم أمورنا نحن كنت تكلمون على بطاقة المعوز ونت تكلمون على تحيين القوائم قوائم المعاقين وقوائم المعوزين هذا يندرج أولا في ترشيد النفقات في التحكم في النفقات وفي التحكم في المساعدة لمن تمشي ولمن تروح وكيف تروح كنت تكلمون على الرقمنا ولا العصرنا وعلى البطاقية مهم جدا سيدا لأنه في الجزائر اليوم تعال 2015 الآن أننا نبقى في الترقيع وأننا نبقى نعتمد على بعض في كثير من الأحيان نابد من تحيين قائمة المعوزين المحتاجين إلى مساعداته نحن أكثر من سنة في الولايات نحن في القوائم ولكن الآن بما أننا نراني ماشيين بقوة إن شاء الله نحو بطاقة التعريف البيومترية هذه البطاقة التعريف البيومترية هي التي إن شاء الله تساعدنا كثيرا وتساعد الإدارة الجزائرية وتنقص من بيروقاتية على المواطن وتنقص من تعب المواطن وتكون فيها المعلومات الكفيلة بالتكفل الأنجع بالمواطن ونعرف من هو المعوز ومن يتحايل ومن لا يتحايل وصدقيني بهذا التنظيم بهذه عصرات الإدارة نرشد نفقاته نستطيع أن نرشد نفقاته ونستطيع أن نقدم الخدمة العمومية للازمة ونكون حقيقة مرافقين لهؤلاء ويكون حقه ما يديهش إنسان أخره ويقدر عندنا كدولة وكحكومة وإدارة جزائرية أنت بلودبوغ عندنا بش نعرف في كل رقعة من الوطن من هم المعوزين وأكثر من هذا نقول لك نحن ماشيين بقوة كذلك وبكل شجاعة ومسؤولية إلى التعريف لأنه في الجزائر ما عناش تعريف من هو المعوز في الجزائر لا بد علينا نمشي ليه بقوة ونحن في دراسة ونحن في اجتماع مع الوزارات كلها المعنية لأننا كل الوزارات معنية للتعريف من هو المعوز في الجزائر الذي يحتاج إلى مساعدة إذن سيدة معالي الوزيرة في هذا السياق فقط تدخل هنا أن نتواصل مع مختلف مشاهدين عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي السؤال اليوم عن هذه البطاقية البيومترية السؤال عن كيف مثل هذه الأدات أو الوسيلة أن توصل الجهات المعنية إلى المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة كيف ستكون التحريات والأسليب أيضا؟ أولا التحريات على مستوى كل ولاية المعنيين بها السادة رؤساء البلديات مدرأ النشاط الاجتماعي الخلايا الجوارية السيد الوالي سيكون لدينا معلومات صحيحة لا يجب أن نخفل أي عنصر من هذه العناصر مهم جدا وكل مواطن يذهب بشيدير البطاقة التعريف الجديدة البيومترية التي فيها دوبيوس فيها المعلومات ووزير الداخلية سيقدم عرض للصحافة أظن سيمد فيه كل تصنيف وتصوير للبطاقة هذه فيها دوبيوس أظن فيها المعلومات الشخصية للمواطن لابيوس تخرى فيها معلومات أخرى وضعية المواطن وهنا تدخل وضعيته الاجتماعية معوز مش معوز عامل مش عامل مريض عنده مرض مزم يعني كل المعلومات ولهذا هناك الآن على مستوى وزارة الداخلية لجنة تعمل عدة هنا عندها أكثر شهور رحي مع وزارة الداخلية وزارة التضامن وزارة الصحة وزارة التلبي والتعليم وزارة التعليم العالي وزارة العمل والشغل ترجمة نانسي قنقر